أميرة أخر العنقود ما بين 8 إخوات باباها خرجها من التعليم الأزهري وهي في تاني عدادي باباها رجل سعيدي طبعه صعب شوية أميرة عايشة في بيت مش لقية في حنية في تنمر وترياء على جسمها وشكلها ومن مين؟ من أختها الكبيرة وأختها الكبيرة المتجوزة ومخلفة وبينهم فرق يعني 15 سنة زي ما هي قيلت لكنها ما كانتش سايبة أميرة في حالها دايماً بتترياء عليها دايماً تقول لها يا تخينة دي عجلة ولما مر الأميرة حاولت تقرب لها وتحكي لها أنها بتحب أختها الكبيرة قالت لها إيه بقى قالت لها أخذك على إيه أنت وحشة وشكلك تخين مع إن أختها كانت أدخن منها تخيلوا وبدل ما الأب والأم يقولولها عيب كده دي أختك الصغيرة وفي مقاب بنتك عيب بقوا يقلدوها ويقولوا الأميرة يا تخينة يا عجلة وحتى أولاد أختها الصغيرين بقوا يقول الأميرة في الشارع يا تخينة يا عجلة إيه ده لحد ما أميرة كانت ترمي نفسها من البلكونة وبقى أنت ترمي أحد تتطمن له وتفتح له قلبها من غير ما يعيرها ويتريق عليها وعشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة دكتور مونة حمدي استشاري الصحة النفسية عشان نشوف نعمل إيه مع أميرة ونقولها تحل مشكلتها إزاي منوري يا مونة أخبارك إيه؟ نقولك يا ها عاملة إيه؟ أهلا بيكي في الموسم الجديد أهلا بيكي يا ها وليلي بقى دي غيرة غيرة ممكن تعمل كده؟ هي الحالة مبدئيا كده حالة تنمر أسري كاملة وشديدة الأسرة كلها بتتنمر على فرض واحد تبدأي بيشباعهم نفسيا ده مرض دو كل واحد فيه فيه أساليب تنشئة في الأسرة غير سوية بالمرة أولا الأخت دي متنمرة شديدة التنمر وبما إن هي متنمرة وشديدة أن التنمر هي بالتأكيد وبدون أدنى شك هي تعرضت للتنمر يعني المتنمر بيبقى تنمر عليه قبل كده بيحد التاريخ عليه فبيطلع غيره بحد جلبينه المتنمر هو شخص متنمر عليه فيما سبق والتنمر الدراسات العلمية أثبتت أنه بيسيب آثار مدمرة وشديدة لا تنمحي مع الزمن إيه بقى إيه الأسرار دي؟ إنه هو أولا بيبقى كاره نفسه بيبقى تمارس عليه عنفه وعدوان هو بيبقى عدواني صح فهو لما بيكبر بيبقى عدواني اللي هي بيتمارسه على أختها دا مصدره التنمر اللي هي عانت منه أكيد دي كان بيتنمر عليها وهي في المدرسة بسبب نفس الحاجة اللي هي بتعير بها أختها بما إن هي أختها بتقول إن هي فعلا سمينة يعني هي مش رفيها عشان تعيرها بالطف وليك عشان كده أختها مليانة فممكن يكون حد التريع عليها فيبت التريع على أختها دا مش يمكن دا أكيد تعرضت لتنمر ترجمة نانسي قنقر